المعاشات معاناة أصحاب المعاشات لا تنتهي حتى بحصولهم على المبالغ المتواضعة في كل شهر فهم يقفون في طوابير لساعات طويلة للحصول على مستحقاتهم المالية لو صعب القرار اللي هو في إيده وصلت تزويد المعاشات لو هو ما كان يعمل إيه ومعاه ست أولاد يعني أنا والزوجة اللي جمال بتاعنا سبع أفراد بيعملوا إيه ربعمل جنيه أنا حضرتك خارج في النظام المعاش المبكر من سبعة وتسعين طالع على معاش متين وتلاتين جنيه ما زال حتى الآن ولادي موجودين وأنا مديون عشان أجوز عائلة بجيب حاجات بالقسط واضطرت بعد كده أشتغل وتمرمض في الخطاعة الخاص دلوقتي السيادة كل أمو بنبرح مغيرها في عشرين جنيه أصحاب المعاشات لا يجدون أي استجابة من المسؤولين أنا قضيت خدمة 42 سنة وشهرين وخمسة وعشرين يوم وأتحدى أي حد قضى الخدمة دي في المقابل أنك بتجد المعاش ملالين يعني لما تيجي على أساس المرتب بعد المدة دي كلها تلاقي المعاش مثلا متين وخمسين جنيه متين وخمسة وسبعين جنيه بعد سبعة وتلاتين سنة خدمة فعلية وبعد ضم مدة الجيش أفبعين سنة ونص ألف ومتين جنيه أصحاب المعاشات لا يجدون أي استجابة من المسؤولين لتوفير معاش عادل يتناسب مع سنوات الخدمة الطويلة التي قضوها وذلك على الرغم من تظاهرهم لمرات عديدة وزيرة التأمينات الاجتماعية أعلنت عن زيادة الإعلوات لأصحاب المعاشات بنسب تصل إلى عشرة بالمئة زيادة يرونها هم غير كافية لأنه هو دلوقتي طول ما هو مش متحكم في الأصحاب فالزيادة مع التضخم التضخم بيكل ده هو لما بيعلن مثلا الزيادة في سبعة من خمسة وستة وسبعة بتكون الزيادة تمت إحنا أصحاب المعاشات دلوقتي مهمشين ما لهمش أي حقوق النظام السابق والنظام الحالي ما خدناش أي حاجة من المعود اللي وعدونا بيها يا أنا حضرتك اللي في الخدمة بياخد ثمان امتيازات بياخد علاوة اجتماعية وعلاوة الدورية وبياخد حافز وبياخد أرباح وبياخد إضافي وبدأ الطبيعة وبدأ الوجبة كل ده بيحصل علم في الخدمة وفي الآخر حضرتك أنا صاحب المعاش هو ياخد مثلا 20% أنا أاخد 15% عادينا حقنا بس مش عادينا كتر من حقنا إحنا زينا زي عايزين يعيش ذي الناس معاش إحنا عايزين يعيش زي الناس معاش أبسط الأمور حتى يعني يعني ناخد حقينا نجهز عيانة مثلا من روح يستلف من هنا ومن هنا هنسد منين طبعا من السلف منك ومن غانك من السلف هنسد منين وعلى الجانب الآخر لا تزال الثقافة التأمينية غائبة عن المواطن المصري رغم وجود العديد من المبادرات والبرامج التي تطرحها شركات التأمين والبنوك ليبقى ملف التأمين مفتوحا ويحتاج لمزيد من الإجراءات لجذب شرائح جديدة من المواطنين مشاهدين موضوع التأمينات والمعاشات في مصر هي قضية شغلت الرأي العام في السنوات اللي فات ولسه لم تستقر البعض كان بيطالب بنص صريح لها في الدستور البعض الآخر بيقول ان المفروض التأمينات دي يكون مظلة وسعة تشمل كل المصريين يمكن قبل ما ننتقل ونرحب بضيوفنا الموجودين معنا النهاردة علشان يكلمون على موضوع التأمينات عايزين نقول لكم نتيجة استطلاع الفيسبوك اللي احنا عملناه واللي حضراتكم شاركته فيه 25% من المشاركين شايفين ان زيارة دكتور هشام أنديل الى غزة هي تحدي الاسرائيل 65% شايفين ان هي لكسب تأييد شعبي وسياسي للحكومة على الارض في مصر و10% شايفين ان هي استعادة لريادة مصر اللي موجودة في المنطقة العربية عودة الى موضوع التأمينات معنا النهاردة في الستوديو بنرحب بالاستاذ محمد طلعت وكيل اول وزارة التأمينات ورئيس هيئة التأمينات الأسبق اهلا وسهلا يا فنم والدكتور علي الديب استاذ التأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب هبتدي من عند استاذ محمد الازمة اللي كانت موجودة في اموال التأمينات هل انتهت واستعادت هيئة التأمينات اموالها من وزارة المالية انا يعني ارجو توضيح موضوع اموال التأمينات عشان الناس بس ايه فضل الاخوة المعطنين والناس اللي ليهم يعني صلة بهذا الموضوع احنا عايزين نقسم اموال التأمينات دي لتلات اجزاء يعني بنك الاستثمار انشئ في سنة واحدة امين بالقالون 119 والفاق المادة الخامسة على سندي التأمين الاجتماعي او هيئات التأمين الاجتماعي ان تلقي الاحتياطاتها ببنك الاستثمار زائد ان الوفرات او الفوائط او الاحتياطات تودع مستقبلا في بنك الاستثمار فيه من اموال التأمينات جزء كانت الدولة بتقتارده الخزانة بتقتارده من بنك الاستثمار من اموال التأمينات المدعف البنك لسد العجز المتوالي في السنوات من 82 وصيادتك بقى ايه؟ وبترجعوا للصندوق بفايدة معينة؟ لا 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 كان الناس بتقول ان الفايدة دي اقال لا لا انا اقول او الاحتياط فرد ده الجزء اللي كانت الدولة بتقتارده من بنك الاستثمار لسد العجز في الموازنات المتتالية العجز اللي كان في الموازنات دي كان بيروح فين؟ طرق مرتبات للوزارات الخدمية المهم كانوا بيسدوا بيه لعجز وكان بيحسب عليه فايدة دفترية فايدة دفترية كل سنة يحسب فايدة ويعلى الفايدة الجزء الثاني من اموال التأمينات الاعباء اللي يجب ان تنتزم بها الحكومة مش هيئات التأمين الاجتماعي ايه هي الاعباء دي؟ الزيادات السنوية كان قرار رئيس الجمهورية بطلع قرار كل سنة بيزود 10% 15-7 ونص ساعات المفروض ان الدولة اللي تنتزم بها ليه بقى؟ لان هيئات التأمين الاجتماعي المفروض انها تنتزم بالمعاش عند رابطه فقط اي الزيادات تطرق على المعاش بعد ما يتربط المفروض اللي تنتزم بالدولة فكوننا احنا بنسدد العلاوات الزيادات السنوية دي نيابة عن الدولة زائد الاحكام الدستورية يجي حكم دستوري بعدم دستورية مثلا زي المادة 23 احنا في العيد الكبير بتاع 2008 هيئة التأمينة بالكامل هيعيدنا في مكاتبنا وفي هيئاتنا طبعا وده الخدمة المواطنين بس هو فيه نوع من انواع استاذ محمد اسمح لي فيه نوع من انواع الالأ على انواع التأمينات ويمكن دكتور علي من مرأبة حضرتك للازمة اللي كانت حصلت في 2008 وهكذا مطالبة اصحاب التأمينات هل الازمة دي ليها مسبب حقيقي ام هو ألأ بسبب الارتباك اللي حصل في الموضوع؟ هو طبعا اساسا لها سبب منطقي لان ما كان يقال من الوزارة كان بيلاقي يعني تفسيرات الشعب بيلاقي تفسيرات من خبراء او من ناس متخصصين ان ده مش هيؤدي الى حلول خاصة به اصحاب المعاشات المشكلة ان كل الديون او اموال التأمينات هي اموال على الورق فقط يعني ما فيش اموال بالمعنى ان اموال الناس اللي هي لها اصحاب معاشات لو هي تحت ايد الهيئة زي ما كان هذا الدور بتقوم به قبل حرب 67 في البدايات الستينات والخمسينات كانت الهيئة بتقوم بدور كبير جدا في المجتمع انها كانت بتتولى بناء منشآت بناء مساكن بناء مدارس وكانت بتتولى استثمار اموالها بنفسها في استثمارات مضمونة واستثمارات بتجيب عوائد لما الدولة حاطت ايدها على التأمينات يعني هو من 300 مليار اموال التأمينات تقريبا في حوالي 225 مليار في ازون خزانة وسندات حكومية طب هل هي دي فعليا موجودة هي مش موجودة يعني هو لو انت عايز دلوقتي تستقل بالاموال دي وتاخدها وتنفقها وتستثمرها بشكل داني مش هتلاقي وخصوصا ان هي لو حسابيا حتى لو كانت الدولة بتتحمل اعباء الزيادات وهي ما تريدش بتتحمل حتى لو ده كان بيحصل برضو نتيجة انه لو كانت الاموال بتضار استثماراتها بطريقة بعيدة عن سيطرة الحكومة كانت مضاعفة المعاشاتها التم والزياداتها التم من خلال الهيئة برضو مش لازم تلجأ للدولة ولا حاجة لكن احنا ما زلنا دولة نظرتها ان دي فلوس الدولة وبالتالي هي طرع الشعب فاللي بتاخده من الاموال او سيطرتها على الاموال بتتحجج انها بتضمن المعاشات طب انا هسأل حضرتك سؤال مباشر هل اموال التأمينات في شكلها الحالي الموجود هي في امان ام في خطر بسبب ان الحكومة بتستثمرها بشكل اخر وبتقترضها بشكل اخر هي مضمونة اكد ضمان الدولة يعني تصبح مش تقدر تقول ان انت الدولة هتنتهي لكن انا بتكلم على انها ما تمهيش تحت سيطرة لو انت حبيت تستقل دلوقتي الهيئة وتعمل لها الاستثمارات بتاعتها من خلال منظومة خبراء استثمار او انها تدير اموالها بالشكل ده كان احيانا بيفرض على الهيئة لما كانت تيجي تستثمر اموالها وكانت مرة استثمارة جزء من اموالها في مصرية الاتصالات ودي حكومية وكانت شركة ناجحة جدا اجبرت على بيع الحصة بتاعتها ودي مشكلة طيب استاذ محمد المظلة التأمين حاليا في مصر هي لا تشمل الجميع يعني موظفين الحكومة عابد عليهم تأمينات والمعينين في بعض القطاع الخاص لكن فيه اللي هم موجودين في الاقتصاد العشوائي اللي هو خارج عن المظلة الرقابة الحكومية كيف يمكن ان يتم احتواء هؤلاء فيه تحت مظلة التأمين هو تسمح لي بس كم الجزء تعمل التأمينات ده لانه ده مهم جدا ارجو بس الحلاك يعني احنا هننتقل لموضوع اللي هو الانضبام ده لمجرد لضيق الوقت وحيكتو قولي ازاي ممكن نضمه لا هو المظلة للتأمينات منتشرة تماما ومؤظم الناس متغطية دي مش عايزة كلام اسمها تغطية تأمينية موجودة يعني موظف الحكومة ده تأمين ما فيهوش تهرب يعني الناس كلها في الحكومة متغطية لا غير الحكومة يا فندم اللي هم لا يعملوا في الحكومة القطاع العام والقطاع الخاص بكامل فئاته يعني القطاع الخاص النمطي المهنيين عمال المؤولات السائقين الـ 112 اللي هم الباع الجائلين متغطيين برضو والعمال الزراعيين الفلاحين كل ده متغطي طيب الباع يعني هل فيه اي نص احنا هنتقدم فيه سواء يوضع فيه مسودة الدستور او يعدل فيه قوانين التأمينات علشان يضم غير يعني الفلاحين مثلا مش مؤمن عليهم العمال الباع الجائدين لا في الله مؤمن علي القانون الـ 112 بس المشكلة هنا فين لما بيجي يستحق المعاش يبتدي يتقدم للمكتب التابع لي ما عندوش الثقافة انه هو العامل الزراعي والفلاح والعمل المتجول او العمالة غير منتظمة عموما دول ما عندهمش الثقافة ما فيش الثقافة التأمينية انه هو يتقدم عند بلغه سن الخضر التأمين لكن هو بيجي يبلغ سن المعاش 65 سنة يبتدي يقول له ايه جهز ورقك صور البطاعة ويتقدم ويبتدي ياخد المعاش بتاعه ودي المفروضة ان الدولة بتكفله وبرضه ده من ضمن الاعباء اللي على التأمين الاجتماعي ان التأمين هاي التأمين على الاجتماعي او صندوق اللي عمالين التأمين على العمالين بقطاع الاعمال العام والخاص بيتحمل هذا القطاع الكبير من المعاشات بسؤال الاخير دكتور علي وارجو الإجابة تكون قصيرة علشان بس وقتنا كيف يمكن لاصحاب المهن الحرة ان هما يندرجوا تحت مظلة تأمين بشكل او اخر سواء كان تأمين عام او تأمين خاص هو بينقص المجتمع هما زي ما الوصول صلعت قال ان جميع فئات الشعب المتغطية حتى اللي مش منتظمة حتى الناس اللي هما خارج المظلة زي معاش السادات زي محاك ممكن بالناس بتسمع هذا المعاش المعاش السادات بيغطى حتى الفئات الغير مغطى يعني فمن ناحية انه هو فيه القوانين والتشريعات يعني مغطية ده مغطية هيا بينقص الناس ان بس يبقى لإيه يعني الهيئة تقوم بدور التوعية ودور الالحاح لان يعني الثقافة قليلة وانا ما ألومش الناس ان الثقافة قليلة لان انا اللي علي دور ان انا وصل للناس يتقدموا علشان يبتدوا يندرجوا تحت مظلة التأمين بالزبط يعني يعني احنا طبعا هو الموضوع يستحق وقت اكتر من كده لكن احنا بنعتذر نضيق الوقت وبنشكر أستاذ محمد طلعت وكيل أول وزارة التأمينات وكمان دكتور علي ديب أستاذ التأمين بكلية التجارة في جامعة القاهرة مشاهدينا يمكن ده كانت نبضة سريعة عن التأمينات في مصر وهنروح للفاصل وبعدين عندنا فقرة مسجلة مع الزميلة شيرين عفت ومستشار الرئيس لشؤون المغتربين خليكم معنا نتابع الفقر اشتركوا في القناة